السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وزهلاً بحضراتكم معكم محمد عبدالهدي من قناة مس حضرتك عاوز تفهم إيه اللي بيحصل بالزبط في قلب دولة السودان الشقيق عاوز حضرتك تركز معايا بكباية شاء أو كاسة متة أو شب عصير أو فنجال أهوة وتركز معايا خلال الحلقة دية لأن المعلومات اللي احنا هنطرحها لأن الحلقة دية مهمة للغاية بيحاول أنه هو يكشف السطار عن المسكوت عنه في قلب دولة السودان بالمختصر المفيد دولة السودان بتتحضر حالياً لتفتتها وتدمرها وتقسمها مرة أخرى بحيث أن يتم تقسمها لدويلات ده المخطط اللي تم البدء في تنفيذه منذ عام 2003 منذ لحظة اختراق وغزو العراق سنة 2003 دولة السودان حالياً دخلت نفق مظلم أسرع اشتعل ما بين القوى العسكرية وبعضيها الجيش السوداني كان مقسوم لجزئين الجزء الأولين اللي هو الجيش السوداني اللي هو بيديره الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي اللي هو تولى قيادة البلاد خلال المرحلة الانتقالية منذ الإطاحة بالرئيس السوداني السابق ده المفترض جدلاً إن ده الجيش الوطني جنب الجيش ده قوات الدعم السريع مجموعة من الميليشيات اللي شكلها الرئيس السوداني المعزول السابق في سبيل إن هي تأتمر بأوامره بعيداً عن عين الجيش السوداني وبعيداً عن الرقابة وبعيداً عن أي اسبطات بتسلط الضوء على تحركاته يعني الرئيس السوداني اللي هو عمر البشير شكل قوات الدعم السريع من مجموعة من الميليشيات اللي كانت تبع قبل كده لميليشيات تخص مجموعة من القبائل السودانية واللي كانت بتحمي التجارة بتاعتهم والبيزنس القذر بتاعتهم واللازي منه واللي كان بيقودها واحد اسمه محمد حمدان ديقلو اللي هو الشهير باسم حمدتي البيئة اللي هو محمد حمدان ديقلو المفترض جدلاً وعلى حسب ما هم بينادوه يقولوا سيادة الفريق الأول على الرغم من أنه هو ملهوش علاقة بالسياسة يعني واحد من الميليشيات اللي تبناه عمر البشير رئيس السودان السابق في سبيل إن هو يحقق له أغراضه رقوا بقى خلاه الفريق أول تم تشكيل ميليشيات من القبائل لفرض سطوة الحكومة السودانية على الأقاليم وكان يطلق عليها اسم جنجاويد وكان بيقودها حمدتي دا اللي هو داخل في صراع دلوقتي مع عبد الفتاح البرهان حمدتي دا كان بيقود مجموعة من الميليشيات لحماية التجارة بتاعته والبيزنس القذر بتاعه يعني كان راجل شغال في اللازرة طبعا هو مش أفضل حالا من عبد الفتاح البرهان خلونا نتفق لأن الصراع الذي يحدث في قلب دولة السودان هو صراع أجنحة عسكرية انشقت على بعضها بعد ما اختلفوا على الطرطة بالنسبة للشعب السوداني هما ملهمش علاقة أساسا بالشعب السوداني كل يبكي على الليلة كل واحد بيحاول أن هو يحقق أهدافه الخاصة جدا يعني الصراع اللي بيحصل مهما كانت الشعرات اللي موجودة ما بين الطرفين ملهاش علاقة بالوطن السوداني صراع أجنحة صراع دول صراع طبعا اشتعل في سبيل ان السودان خلاص تنتهي للأبد السودان تعتبر هي اللي مسكى القرن أو المنطقة الأفريقية كلها والذات الوقت السودان موجودة جنوب مصر وإحنا عاوزين نسيطر على مصر ونسيطر على خيرات وموارد القرن الأفريقية ونتحكم فيها إزاي أنه كنتوا تتصوروا أن دولة السودان هتطلع على بر الأمان لمؤاخزة إزاي وما الأساسا إحنا عملين بنلعب في مقدرات الأمور في قلب دولة زي أسيوبيا ليه وما لحنا أساسا بنعبث بالوضع الأفريقي ليه وما لحنا بنخطط عشان إيه هو أنت متخيل أنه إحنا ممكن نسيب القرن الأفريقية والمنطقة العربية من غير اللعب في الأجهزة الداخلية هو ده حضراتكم اللي بيحصل قوات الدعم السريع انبسقت من قوات الجنجوين والكلام ده كان سنة 2003 واعتمدت عليها حكومة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير في الحرب بتاعتها ضد المتمردين في إقليم درفور ونجحت في ذلك ودي طبعا قوات عسكرية المفروض أن هي تبع الجيش السوداني إلا أن عمر البشير أصدر قرار واستصدر قانون بمقتضاه أن قوات الدعم السريع لا تكون تبعة للجيش بشكل مباشر إنما تكون تبعة للرئيس ذات نفسي عشان يعمل اللي هو عاوزه وكله بالقانون وكله بالحب طبعا تم تكليف القوات بتاعة الدعم السريع ده بمهمة جمع الأسلحة من إيدين السودانيين بدأ دورها يتصاعد خاصة بعد ما دخلت في الاستثمارات والبيزنس القذر على أخطر ما يكون في قلب دولة السودان إلى درجة أن البيزنس القذر بتاعها كان موجود جوه السودان وبره السودان أصبحت بتمتلك شركات عابرة للقرار أصبح عدد أفرادها مئة ألف واحد المئة ألف واحد دول بيأخذوا خيرات الشعب السوداني الدهب اليقوت المرجان كل الموارد الطبيعية الموجودة في قلب دولة السودان أصبحت مستباحة لمجموعة الدعم السريع وبدأت الموارد دية والفلوس دية والبيزنس القذر ده يتوزع المئة ألف واحد إلى درجة أن هم أصبحوا دولة جوه الدولة ليه أحد يأخذوا مزايا ومنح طبعا بناء عليه أصبحوا رافضين أنهم ينضو تحت لواء القيادة العسكرية اللي هي الجيش السوداني أصبح هناك جناحان الجناح اللي بيتولى قيادته عبد الفتاح البرهان بصفته رئيس المجلس الانتقالي في قلب دولة السودان ويعتبر هو قائد الجيش السوداني والجناح الثاني اللي هو قوات الدعم السريع اللي هي جيش موازل الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان حاول بعد ما تم الإطاحة بالحكومة المدنية في مرحلة سابقة وانفرد بالحق طبعا اللي كان بيؤرق مضاجعه اللي هو حمدت ده اللي ماسق قوات الدعم السريع قوات الدعم السريع بترفض زي ما قلت لحضراتكم إن هي تنضوي تحت قيادة عبد الفتاح البرهان عبد الفتاح البرهان أكل القوى المدنية وانفرد بحكم دولة السودان اللي كان عمل له روشة ويعتبر بمثابة مصمر في حلقه هو حمدتي بدأ الصراع ما بينهم وبين بعضيهم اختلفوا على الطرطة عبد الفتاح البرهان حاول يهيد حمدتي يحيده شوية خلال سنتين ثلاثة الاخارة دولي خلاه النايب بتاعه مش النايب لا النايب بتاعه إلا أن حمدتي شايف نفسه أنه هو أكبر قوة وأكثر حجد وأكثر إمبراطورية ومن ثم ليه ينضوي تحت لواء عبد الفتاح البرهان اتلكك لعبد الفتاح البرهان وقال عن فتاح البرهان ده هيجيب المجموعة والرعيل القديم اللي احنا أطحنا بيهم ايه الصورة كده في خاطر احنا بنعبر عن مقررات الشعب السوداني واحنا ضد عبد الفتاح البرهان يا راجل طبعين في عينك كده طبعا الكلام ده شغل تهريك عاز أقول لحضراتكم تدعية الأحداث في قلب دولة السودان بشكل سريع جدا عشان نفهم الفولة وكيلها زي ما بيقول المصريين في 3 يونيو سنة 2019 دكت قوات الأمن حشود المتظاهرين اه اللي كانوا وقفين قدام مقر اه الجيش السوداني ولقى العشرات مصرعهم طبعا المظاهرات دي كانت اه في مواجهة اه الجيش للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين طبعا حضراتكم عارفين بس عشان ايه المسائل ما تتفككش مننا تدعيات أحداث 2011 والفوضى والخراب المستعجل اللي حط على المنطقة العربية اه فيما سمية صورات الربيع العربي يوم 19 ديسمبر 2018 اه ظهرت احتجاجات ومظاهرات بسبب الأزمة الاقتصادية في قلب دولة السودان او يوم 6 ابريل 2019 اعتصم الألاف قدام مقر الجيش السوداني في الخرطوم او يوم 11 ابريل 2019 اطاح الجيش السوداني بالرئيس عمر البشير منهيا حكمه اللي دم 30 سنة ثم توصلت احتجاجات الشعب السوداني ضد الجيش من أجل تسليم السلطة للمدنيين إلا إن الجيش السوداني رفض ليه؟ واحنا كنا بنحلم ليكم النتيجة قوات الأمن دكت حشود المتظاهرين قدام مقر الجيش السوداني في 3 يونيو 2019 ولقى المئات منهم مصرحهم في ستين دهية أهم حاجة دولة السودان تكون مدارة من خلال الجيش السوداني متصورين لنفسكم نجدت حكوم الدولة السودانية لمؤخذة؟ لا طبعا عبد الفتاح البرهان انفرض بالحكم 17 أغسطس 2019 قامت قوة مدنية بتوقيع اتفاقية لتقاسم السلطة مع الجيش خلال فترة انتقالية تنتهي بالانتخابات وفعلا تم تعيين عبدالله حمدوك رئيسا للحكومة في 3 يونيو 2021 حصل السودان على الموافقة بإعفاء من ديون خارجية وصلت ل 56 مليار دولار استبشرنا خير قلنا ان عبد الفتاح البرهان خلاص سلم فعلا بانه لابد من إدارة الدولة السودانية عن طريق قوة مدنية رحنا كلنا واستبشرنا خير بشكل كويس جدا الى درجة ان الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بدأت تعمل مناورات عسكرية على افضل ما يكون مع الدولة السودانية وبدأت تبرم اتفاقيات على المستوى الاقتصاد وعلى المستوى العسكري وعلى المستوى السياسي بشكل كويس قوي قلنا الحمد لله خلاص مصر والسودان رجعوا حتى واحدة لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن يوم 25 اكتوبر 2021 قوات الامن اعتقلت عبدالله حمدوك وعدد من القيادات المدنية وكل الهيئات الانتقالية بقرر من عبد الفتاح البرهان رجعت ريمة لعدتها القديمة 21 نوفمبر 2021 بعد مسارات حشيدة واعتصامات وتعليق معظم الدعم المال الدولي للسودان اعلن عبد الفتاح البرهان وعبدالله حمدوك ان عبدالله حمدوك خلاص رجع تاني اخوانا اصبح رئيسا للحكومة مرة اخرى الا ان عبدالله حمدوك وبعد شهرين بالزبط استقال ليه لان طبعا المعنى في بطن الشاعر لان عبدالفتاح البرهان اصبح مسيطر على كل شيء يناير عشرين اتنين وعشرين طبعا كانت الاستقالة بتاعت عبدالله حمدوك يوم خمسة وعشرين اكتوبر عشرين اتنين وعشرين مظاهرات وحشود احتجاجا على استبداد العسكر وحكمهم وانعدام الخدمات وقوة الامن قصفت وقتلت المئات طبعا ده بشكل سراء جدا ذلك الذي حدث في قلب دولة السودان بناء على تداعيات الاحداث دي وبناء على اطاحة عبدالفتاح البرهان بالقوة المدنية من حكم الدولة السودانية واعادة الدولة السودانية مرة اخرى مئات السنين للوراء اختلف البهوات الاصدقاء الاتنين عبدالفتاح البرهان والبيه اللي اسمه حمدتي الجناحين اللي مسكين القيادة العسكرية في قلب دولة السودان طوروا الدك في بعض كل واحد فيهم قال ايه لا 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 انا مش هسمح ان يكون هناك قوة موازية للجيش حرصا على امن واستقرار السودان الكلام ده قاله عبدالفتاح البرهان البيه حمدتي قال لا 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 نحن نعبر عن مقررات وخيارات الشعب السوداني لان عبدالفتاح البرهان هيجيب القيادات المعزولة بتاعة عمر البشير مرة اخرى والكلام ده ما يعجبناش بينما المعنى في بطن الشاعر الاتنين مش حرصين الا على مصلحة نفسيهم فقط لغير الى درجة دوروا الدك في بعضيهم وتقتل المئات من المدنيين السودانيين الذين لا حول لهم ولا قوة ان عدمت الخدمات الدنيا بازت العالم كله وقف يتفرج شامتا قوات الدعم السريع اعلنت ان هي انتصرت وسيطرت على كل حاجة الجيش السوداني بقيادة عبدالفتاح البرهان قال لا 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 الكلام ده ما حصلش اساسا ده كلها اكاذيب يوسف عزة المستشار السياسي لقاءة قوات الدعم السريع قال المعركة دي اخواننا احنا ما كناش عايزين نخدها خالص المعركة دي اخواننا اتفرضت علينا الحرب المشتعلة حاليا في السودان دفاع عن النفس عبدالفتاح البرهان اساسا هو اللي بيحاول يعتدي علينا انا عاوز اقول لحضراتكم اني على الرغم من انفراض عبدالفتاح البرهان بالحكم في قلب الدولة السودانية بالمخالفة لرغبة الشعب السوداني وبالمخالفة للقوة المدنية الاخرى الا ان عبدالفتاح البرهان عنده حق يعني في جيش ما فيش حاجة اسمها جيش موازي ما فيش حاجة اسمها قوات دعم سريعة عمر البشير عمل المجموعة دية اساسا في سبيل انه هما ينفزوا كل اهدافه ومخططاته اللي هو عاوز ينفزها بعيدا عن رقابة العالم كله على بعضه ونجح في ذلك ولذلك هو ساب لحمدتي وقوات الدعم السريع كل حاجة الى درجة انه هما عملوا بيزنس قذر على المستوى الدولي وكل واحد من قيادات الدعم السريع اصبح في حساباته البنكية على المستوى الدولي مليارات الدولارات بينما الشعب السوداني بيعاني الامارين وبالتالي عبدالفتاح البرهان عنده حق في ان هو يقضى على اي قوة عسكرية موازية للجيش السوداني ان يكون عندك جيش واحد فقط ويدير المنظومة العسكرية وايضا يدير المرحلة الانتقالية ويمارس الدكتاتورية افضل مليون مرة من ان يكون عندك قوة عسكرية متعددة متصرعة كده البلاد خلاص بتنتهي يعني حضراتكم بالشكل اللي احنا شايفينه ده تقدر تقوله ان السودان على وشك ان هو يكون في خبر كان الباقي يوسف عزة المستشار السياسي اللي قاعد قوات الدعم السرعي يقولك عن فتاح البرهان هو اللي اعتدى علينا وفيه من يريد السيطرة على السلطة وعدم اعادتها للشعب طبعا يوسف عزة وحمدت ده ما لهمش علاقة اساسا ومش حرصين على مصلحة الشعب السوداني هم بيستخدموا الشعارات دي نحن ندافع عن خيارات الشعب السوداني طز طبعا لا علاقة لها بالشعب السوداني وزارة الخارجية السودانية اعلنت ان عبد الفتاح البرهان اصدر قرار بحل قوات الدعم السريع واعلانها قوة متمردة على الدولة وهيتم التعامل معها على هذا الاساس واكد بيان وزارة الخارجية السودانية ان الوساطات الدولية والاقلامية فشلت من اجل اقناع الدعم السريع بالاندماج في القوات المسلحة بس خرصة الشغلانة دستوركوا ياللي معانا كون ان عبد الفتاح البرهان اعلن هذا القرار في هذا التوقيت يبقى قول على السودان يا رحمن يا رحيم سيبوكم من كل الوساطات الدولية خاصة على مستوى الامم المتحدة او على مستوى امريكا او الكلام الفضي ده كله ان السودان هيرجع لشط الامان مرة تانية عبد الفتاح البرهان جانبه الصواب في القرار ده الدنيا ويلعد ثم فجأة تصدر هذا القرار معنى ذلك انك انت بتحاول تقلب العالم كله ضد قوات الدعم السريع طب يا بابا انت ليه ما اصدرتش القرار ده في مراحل سابقة وفي وقت اكثر هدوءا من ذلك الذي تمر به دولة السودان كده ولع الدنيا يعني قوات الدعم السريع لا يمكن ان هي تتخلى اساسا عن المزايا والمكتسبات ومليارات الدولارات اللي وصلت ليه انت بتتكلم في ايه هتقولي شعب السودان وتقولي دولة السودان شكرا جزيلا الدولة الوحيدة الحريصة على استقرار وامن السودان هي مصر ليه؟ لان امن السودان هو جزء من امن الدولة المصرية من مصلحة مصر استقرار السودان وبالتالي الدولة الوحيدة اللي بتسعى قدما في سبيل التهدئة هي الدولة المصرية لكن مصر فقط بتحارب الاف الجبهات على مستوى العالم بتحارب مخططات اساسا في المنطقة الجنوبية طبعا المسألة محتاجة تكتل دولي السودان اصبح مصيره اسود زيه بالزبط زي الدولة الليبية قدر مصر المنطقة الغربية للدولة المصرية والمنطقة الجنوبية زفت الزفت بتنيلة بستين الف نيلة ليس عدتك مش عشان الشعب الليبي عاوز كده او الشعب السوداني لو اخزه عاوزين كده ده لان القوى الغربية عاوزة كده ومن ثم هم بيخططوا لتنفيذ كده اثيوبيا شفتوا الحزن اللي احنا فيه اثيوبيا اعلنت وقالت يا جماعة يا اللي في السودان اهدوا شوية احنا ما عندناش مانع ان احنا نتوسط بينكم وبين بعضيكم من اجل التهديئة والسلام يا حالتها اثيوبيا تخيلوا اثيوبيا اللي تم فيها ابادة الاف مؤلفة من اهل التجراي اللي ارتكب ابي احمد رئيس الوزراء الاسيوبي فيها عمليات تطهير عرق واسعة وقعد لمدة سنة ونص سنتين شغال دك في قلب الشعب السوداني نفسه ابي احمد وصلت المسائل الى درجة النهوة يقول انا ممكن اتوسط من اجل اعادة الامن مرة اخرى للسودان طبعا من مصدحة اسيوبيا اشتعال الوضع بنفس الطريقة دي ليه عشان ينفرد في المنطقة الشمالية السودانية وعشان ينفرد بسد النهضة وعشان ينفرد بالكثير من الاشياء والكثير من الملفات يهمه اشتعال الوضع في السودان لان السودان دوقته المرة اساسا على الحدود وعلمته العفة وبالتالي هو بيحاول يشمت جريدة التامز البريطانية قالت منذ السبت الماضي بدأ العسكر في السراء على السلطة والمدنيين يختبؤون لحول ملاقبة إلا بالله العلي العظيم من عام الأمم المتحدة أنطونيو جوترش قال الوضع في السودان كان خطير وأصبح الآن كارثيا فعلا الوضع في السودان يعتبر كارثيا وربنا يسطرها ومحتاج معجزة تنقذ دولة السودان وشعب السودان من صراع العسكر إمبراطورية اقتصادية مستقلة قصة نشأة وقدرات قوات الدعم السريع في السودان طبعا بيزنس تحركات مصرية وسعودية وإفريقية لوقف نزيف الدم في السودان معارك السودان مستمرة لليوم الثالث والحصيلة ميت قتيل شاهد أحداث السودان من الفضاء ضمار وحرائق وأضرار جسيمة قد الوضع هوت طبعا عن طريق الأقمار الصناعية شايفين حضراتكم الدخانة عاملة زي وضع يعتبر بمثابة وضع كارثي مصر تشدد على ضرورة عدم استغلال طرف خارجي للتطور بالسودان واشتباكات السودان الجنرالان يقتتلان من أجل السلطة في البلاد يا حزن الحزن مستشار قائد قوات الدعم السريع يكشف أسباب معارك الخرطوم قوات الجيش السوداني في مطار مروي الاستراتيجي بعد أعادة السيطرة علي حمدتي من هو وكيف أصبح لعبا أساسيا في المعادلة السياسية في قلب دولة السودان أبرز المحطات السياسية من عهد البشير إلى النزاع العسكري بين البرهان وحمدتي يا شاتت شاتت يا برجدي عم فتاح البرهان من الظل إلى قيادة المجلس العسكري الانتقالي في السودان قائد قوات الدعم السريع بالسودان القوات المصرية في مكان آمن اشتعل النيران في مقر قيادة الجيش وارتفاع ضحايا القتال لسلتة وخمسين مدنياً هذا بشكل سريع جداً عشان حضرتكم تعرفوا تطورات الأوضاع اللي بدأت تكون مثار اهتمام العالم كله وربنا يصطرها على شعب السودان الشقيق اشتركوا في القناة